موسيقى 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 أنا سمعت كده وابتدت أتفرج عليه فتلاقيت أن هو بيتكلم عن حالة موجودة من 2006 يعني تمت إشهار أو تغيير ديانتها من 2006 وتفرجت على الفيلم مش فرج عادية بصورة أن ما أعطاني الله أن أنا أخدم بعض الحالات من الشباب فاكتشفت حاجات كتير جدا أن الفيلم بالضبط كده حضراتكم مش متفابرك ولكن ملقا يعني عشان بس الأخوات والأخوة اللي بيتفرجوا على الأفلام دي أو بيبصوا عليها أو بناتنا اللي بيشوفوا يعني حاجات بالضبط كده حضراتكم بيحاولوا بقدر إمكان يشوهوا صورة المسيح والمسيحيين بصورة كبيرة عشان كده أثرت أن أنا أخذ ما قاله معلمنا القديس بوليس الرسول في رسالته لأهل كورنسوس التانية بيتكلم معلمنا بوليس الرسول بيقول إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله وحنقف بس كده في الآية دي أو في الجزء ده علشان بس نشوف معلمنا بوليس الرسول بيرجعنا لقصنا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح نحن بالنيابة عن المسيح تصالحه مع الله كلنا طبعا سمعنا الآية ولكن بنجاهد كلنا أن نحن نوصل للهدف من الآية أو بنجاهد كلنا عشان نبقى صورة واضحة من الآية ألا وهي السفير أنا سفير طبعا حقا كل واحد مننا نحن نحن في الخدمة وبنقول أن الرسالة موجهة للخدام أو للأباء في الكنيسة ولكن الرسالة موجهة لكل واحد مسيحي أنا سفير طب لما أنا أبقى سفير عايز بس أقول أن معلمنا بوليس الرسول عندما يقول نسعى كسفراء عن المسيح يوجه نظرنا نحن كلنا أن نحن نريد أن نكون صورة واضحة من ملك الملوك أنا سأبتدعها بس بلمحة بسيطة في الكنيسة الروسية عن الأب ليف جيليا كان واحد من مخدمينه أو من مواضيه عدى عليه بعد 20 سنة فطبعا الوشوش تغيرت والناس تغيرت والصورة تغيرت فخبط على الباب في البيت أو في الكنيسة اللي هو بيقتن فيها هذا الأب ففتح له تلميزه فبيقول له أنت عايز مين قال له أن عايز الأب ليف جيليا قال له تعرفوا قال له هو كان بيغدمني زمان من حوالي 20 سنة أو كنت بحضر له يا ذات طب فاكر شكله فبص كده فيه صورة متعلقة فقال له هو هو كان طبعا بيشاور على صورة مين رب المجد هو بالضبط إحنا مطلوب مننا كلنا كسفراء عن المسيح أننا نبقى صورة تبقى الأصل من رب المجد طبعا صعب أننا نبقى لكن عايز أقول أنه ما دعاه رب المجد في صلاته الختامية لما قال أنا أنت دتهمني وأنا علمتهم وأنا الرسالة التي أنت بعتني بها أنا سبعتهم بها يعني رب المجد يعني بيقول كما أعطيتني أعطيتهم كما أرسلتني أرسلتهم طب يا ربنا أنت جاي ليه يقول جئت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل يعني رب المجد جه عشان يدي العالم كله حياة أفضل وبالتالي نحن مرسلين عشان نعطي حياة طبعا رب المجد يستطيع أنه يدي لكن نحن هندي حياة زي هناخد من ملئه زي ما قال معلمنا القديس يحنى في الإسحاح اللي نحن بنقوله كل يوم في إنجيل باكر بيقول من ملئه إحنا أخذنا يعني هناخد من ربنا وندي للناس فارسلتنا كلنا كسفراء إن إحنا بالزبط كده حاجاتكم هناخد الناس من جهنم عشان ندخلهم الملكوت كثيرة صعبة علينا لكن لما نيجي نشوف كده السفير في حد ذاته لما يبقى عارف دوره حيستطيع أولا مش كل الناس بياخدوها صفرة أقصى حاجة ممكن واحد يفتكر لما يدخل كلية علوم واختصاد والحاجات دي كلها علوم سياسية إنه ممكن يبقى شغال في السفارة لكن السفير لازم ياخدوه واحد متعلم تعليم عالي جدا واحد عنده لغات كثيرة جدا واحد في أخلاقياته عالي جدا واحد في كل حياته حياة مثالية عشان لما يروح بالزبط كده حياتكم تخيلوا بقى لما يجي للسفير الأمريكي هنا مثلا يعمل حاجات كده تشوه صورة أمريك هيحصل هياخدوه يقعدوه في بيته ده لو قعدوه هكذا برضو لو واحد سفير مننا أو واحد مصري سافر عشان يبقى سفير لمصر لو مش هو على القدر اللائق إنه هو يستطيع إنه يبقى سفير حيقعدوه ببيته يبقى سفيره السفير زي ما نقول واحد أخلاقياته عالية نموذج حسن كده لبلده وبالتالي لما نيجي نقول إن السفير ده بيمثل بلده أنا كسفير بلدي فين كلنا عارفين بلدنا من أول ما تولدنا في المعمودية فإحنا مولدين في المعمودية بقينا سماويين لا أرضيين فأنا بمثل بالضبط صورة السماء تخيلوا حياتكم إحنا كلنا المفترض بننقل السماء للأرض أو بناخد الأرضيين عشان نوصلهم يبقوا سمائيين لأن أنا بمثل البلد بتاعتي عشان بمثل البلد بتاعتي كل همسة كل نظرة حتى نبرة صوتي حتى النبرة بتاعتي الصوت أنا عايز أقول بس أن في بعض الأوقات لما صوتنا بيعلى يعني بيتخيل كده أبونا لما بيسمع صوت في الكنيسة يروح يهدي القدس خالص عشان الناس تسمع وتصلي أوقات أبونا بيأخذ على خطره من نفسه عايز الهدوء يبقى جاي من الناس لأنهم عارفين هم ما قاعدين فين فما بالكو بقى لو أبونا أوجه نظر الناس أنا 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 بحط نفسي صحيح أنا ميزاي أبونا ولكن في الفصل الخدمة لو صوت علي على الولاد أنا بقعد أنب نفسي تأنيب شديد عايز أن أولادي كلهم يبقى عارفين أنه هم أولادي المسيح أولادي هم صفراء المسيح عشان كده احنا بنقول السفير في لغته اللي هو لازم يبقى عارفها لغته لغة سمائية وبالتالي حالاتكم لو نقول لغة السمائين هي اللغة التسبيح يعني التسبيح عايش معه وبينقله للناس فكذلك حالاتكم في تسنيه 11 لما بيقول ضعوا كلمات هذه في قلوبكم وعلى نفوسكم وعايز يقول لنا كده اتكلموا بيها وانتوا عادين في بيوتكم حطها اكتبها على قوائم بيتك اجعلها عرائد على رأسك اعملها اربطه على ايدك عايز يقول بس ان في كل همسة لغتي تظهرك فكين حالاتكم بترس الرسول لما مسكوه كده وقاعدين يكلموه انت جليلي قالوا انا ما عرفهوش لكن انت لغتك بتظهرك انت كنت معاه انت كنت ماشي معاه فلغتك تظهرك طبعا حياتكم عارفوه منين من اللغة هكذا من فضلة القلب يتكلم اللسان لو قلبنا كسفراء مليان من لغة السماء اعتقد حضراتكم هنبقى سفراء مش في البيت سفراء في البيت وفي ارشاليم وفي السامرة وحتى كل الامم الهدف الهدف بس نحن نبقى عارفين انا سفير بنتمي البلد اسمها السماء اللغة بتاعتي اللغة السمائيين وبالتالي اقدر ان انا اصير سيرا حسنا في هذا العالم مش اللغة بس المظهر بتاعنا حتى طبعا انا اعز اقول حياتكم بس يعني يحضرنكم ان في خادم معنا في القدمة انا كنت جديدة عليهم بصراحة وكالعادة كده كل واحد مثلا خادم عجوز زي حالاتي كده لما بيجي يقدم في فصلي لسه جديد اعز اقول لكم بتعامل برقة كده مع الناس فهذا الاخ تلاقيته طالق دقنه وسيبها كالعادة يعني شايف الناس كلها في ناس كتير بتطلق دقنها فمش عارفة تعامل مع ازاي ولكن انا قلت له حاجة واحد بس احنا صفراء واحنا عايزين نشهد للمسيح لما ولد اعدادي انا خادم في اعدادي على فكرة خادم في اعدادي عشان محدش يفتكر ان انا اعلى من كده لما ولد في اعدادي يشوف الخادم بتاعهم رب دقنه تفتكر احياتكم هيعمل ايه هو الخادم عامل دقنه اصلا متشبه بفلان من فلان ده قد يكون لعيب قد يكون ممثل قد يكون مغني وفقدنا كل المعايير بتاعتنا فانا قلت له احنا جايين بس نشهد للمسيح وقلت له انا فاكر وانا لسه خادم سنة 83 كده كان سيدنا انبا موسى عامل في كنيست مارمينة بشوبرة عامل مؤتمر لابتدائي خدام ابتدائي فقال ايه الخادم المفترض دقنه هو رايح الخدمة تبقى محلوقة لازم يطلع رايح يقابل رب المجد في كل لحظة فهو سفير ما ينفعش يروح دقنه طويلة ما ينفعش هو حكى انبا موسى كده على المظهر ان كان طلع في سنة 83 كده السلسلة الطويلة اللي بيحط فيها المفاتيح ويمسك ها كده فقال لك ما ينفعش الخادم مثلا ابو سلسلة ده مش سلسلة اللي عباسها في صدره لا الخادم اللي هو مسك السلسلة عامل إلف ما مينفعش الخادم واقف عشان بس ما نقول أوقات كثير جدا بنكسر قاعدة أول ما يجي العيد ممكن نستطيع ان احنا ناخد ولادنا وبراتنا ونروح رحلة لفين للسينما والقصد ده يوم عيد ولما أعود مع عيالي سيجعلهم يتفرجوا على فيلم كويس مش حيبقى فيلم صعب مينفعش مينفعش هو لما يشوف القادم واقف في طبور السينما أو واقف على باب السينما حي تعلمي أنا سفير لغتي تظهرني مظهري حتى اللبس مهمش لازم يبقى يعني غالي السمن ولكن بما يتناسب مع العصر بتاعنا مش العصر الحجري مينفعش مثلا خادم مننا ولا خادمة احنا دايما لما بنشتري لبس هنا في طبعا عارفين نحن وشينا مكشوف يعني مش محجبين فبيقولوا لي عايز ايه اقول لهم اقلم الحجاب بشوية عشان بس ايه ان مش معقول هتبقى بلوزات مش مش لائقة ولا طيب 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 أستاذنك بس أنا أنا حقلص كلمتين صغيرين وحفتح بقى المناقشة اه لا لا مش هعديها ما عارف ما عارف عارف حارتك حنقصد ايه واحنا ناخد نخلص الموضوع يمكن الموضوع يكون في الإجابة عايز بقى سأقول اللغة تظهر المظهر بتاعنا كسفير السفير مش معناه ان هو هيبقى مقفل خالص السفير المفترض الزهن متفتح كتير جدا يدرس عصر لكن مش باخد ادخل جوايا يعني اكون في العالم لكن مش جوايا العالم وإلا انا حبقى صورة بالزبط كده من العالم حنسى على رأي احد الاباء يقول ان مجرد ما يبقى في كلمات متنقلة شوية تعبير بتاع ناس من العالم تطلع في فيلم او حاجة اذا كده ألاقي تاني اسبوع الشعب كله يتكلم بنفس اللغة العيال هخلص وسدان حسيب الباب مفتوح انا حعمل حسابي كده ان انا ما اطورش في الكلمة عشان انا مش مش عايز نتكلم قدم احنا نطلع كل اللي جوانا عايز اقول ان انا هتعلم لغة اللي قدامي عشان اعرف اتفاهم وتعلم وتعامل مع يعني ولادي انا عارف ان هما ممكن ممكن بفتاح اروح واخد كل اللي في النت وروح اتفرج عليه عشان اقول اه ده غلط وده صح وده غلط وده صح لكن عايز اقول السفير هو معروف من اللغة بتاعته لازم بيدرس لغة العالم ولكن بينقل لغة السماء للعالم مش بينقل لغة العالم لنفسه والاخرين السفير لازم يبقى عارف انه غريب فانا عارف ان في يوم من الايام حرجع الى اصلي حرجع لبلدي اللي انا جيت منها مش حينفى ان انا حقعد هنا في مصر على طول وانا غريب او مش حينفى ان انا حكون في امريكا لازم في يوم من الايام حيرجع بلده فهو عشان عارف انه هو غريب لازم بيسلك بحرص جديد زي ما بقول لحقكم كل واحد مننا كل واحد مننا هو زي ما قال معلم نابل السرسول أنتم صورة المسيح المنظوره من جميع الناس صورة المسيح المنظوره من جميع الناس يا اما ستür limit صورة المسيح الحي اللي هو مكتوب عنه كذا زي ما قال واحد زي غندي قال احب المسيح واكره المسحيين تحب لم 예뻐 المسيح عشان عمالي يقرأ في الموعزة على الجبل اتلاقى صورة عالية للمسيح لما شاف المسيحين استضم بهذه الصورة فقالوا أحب المسيح وأكرم المسيحين المسيحي أو السفير مننا كغريب عارف أنه سيرجع بلده عشان هعارف أنه سيرجع بلده فهو لا بد أنه يبقى حريص في كل شيء السفير أيضا مش حر في قراراته يعني بالزبط حراتكم المفترض أنه يأخذ من الرئيس الجمهورية عشان يوصل لمن؟ عشان يوصل للبلد اللي رايحها ويأخذ من البلد اللي رايحها اللي محتاجينه من البلد دي عشان يوصلها لرئيس الجمهورية مش من حقه مش من حقه أنه يعبر عن رأيه بس يعبر مع رئيسه مش يعبر عن رأيه مع الآخرين يعني بمعنى صح السفير مقدرش لما يجي أوباما مثلا يستدعى السفير المصري ويقول له مصر فيه كذا وكذا 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 الرجل مش من حق ان هو يرد عليه وقول له طيب احنا هنعمل كذا وكذا لا ده ارجع لرئيس الجمهورية الاول واجه رد عليك هو مش عيب ان هو يرجع لرئيس الجمهورية لان ده دوره ودي حدوده وأنا كسفير المفترض اخد من عيالي ووصل لربنا واخد من ربنا ووصل لعيالي زي موسى النبي موسى النبي كان الشعب يجي عليه ويعمل ويقول له كذا وكذا 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 هيرد هو مش هيرد ما مرة رد ورد غلط مسك لوحات شريعة ورح مكسرهم عشان رد من نفسه مرة رد ورح بيصلح ما بين واحد مصري وواحد عبراني ورح ماسك المصري ورح أكل عايزة أقول بس كسفير اتعلمها موسى النبي كويس قوي حاضر يطلع يكلم ربنا وينزل يقول الناس على رأيه أحد الأباء بيقول كده في عزالي بيقولي إن أبونا في التقص القبطي له التنيا لها صليبين صليب عشان هو بالشورية ينزل ياخد من الشعب ويطلع على المسبح يقول لربنا وبعدين ينزل من على المسبح ياخد من ربنا ويجي يقول للشعب هو ده دور السفير أنا كخادم دوري أخد من ربنا ودي الناس وهاخد من الناس وطلع على ربنا يعني ركب منحنية عشان خاطر الشعب وعشان خاطر ولادي وأخد من ربنا البركات وما يعطيني من حكمة في الكلام وروح أوصله لأولادي عشان كده بس يا حضراتكم أي سفارة بتحتفل بعيدها لازم تلاقي حضراتك السفير بالضبط بيسموه أيديال أيديال يعني لبسه ولغته ومظهره وكلامه كل حاجة حيقولها محسوب عليه معلمنا القديس بوليس الرسول بيقوله ناسعى كسفراء عن المسيح يعني احنا من أول ما تولدنا وبقينا أولاد للمسيح حنبقى سفراء عن رب المجد سفراء عن رب المجد احنا هنبقى سفراء عن رب المجد ايوة ربنا كما أرسلتني أرسلتهم يعني رب المجد كما أرسل ابنه الوحيد سفراء عن رسلنا فإحنا هنتكلم بالنيابة عن المسيح المسيح بعت تلميذه اثنين اثنين بعتهم في خدمتهم وكان مستنى أنهما لما يرجعوا يقول لما يرجعوا قالوا له احنا عملنا كذا وكذا 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 بعتهم برسالة ورجعوا بتقرير وأنا كخادم المفترض حتى لو خدمت كلمة بسيطة المفترض سأخذ من ربنا في مغضع الصلاة وروح أقدم الخدمة بتاعتي وارجع أرفع له تقرير وده بتعلمنا أن السفير اللي هو الخادم اللي هو أبونا الأسقف غيره بيأخذ من ربنا يعني يبزل الأول في مغضع الصلاة عشان يحضر كلمته وبعد ما يروح يخلص كلمته أو يروح في جلسته مع أولاده مع خدمته بيرجع تاني عشان يقدم تقرير لربنا يقول يا رب أنا النهاردة كنت كذا وكذا 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 في حاجات أنا أثرت فيها كذا وكذا وكذا لازم أرجع تاني وأعدلها فاحنا بنسع عن المسيح ده شرف احنا من نسحقهوش خالص لكن هو ربنا حملنا الرسالة كما أرسلتني أرسلتهم باقي ناخد باقي نسعى السعي بتاعنا ده المفترض ان احنا مفيش واحد بيسعى بالكلام لو قلنا دلوقتي ان انا حاجة عشان أتكلم مثلا في كلمة لو ما عادتش وحضرت صحيح ربنا أنا حيدي ولكن حيدي قديه حيدي كثير لكن لازم أنا الشغل احنا كقدام كده لو كل واحد مننا فكر ان هو حيوقف قدام العيال كل أسف في كلمة عيال دي قدام مخدمينه لو وقف كل مرة قدام مخدمينه عشان يكلمهم من غير تحضير انا واثق ان احنا مش هنتكلم أكتر من خمس ست دقيق وبعد كده الكلام حيبق مثل اغبط انا يحضرني كده كان عندنا اسقف في ارض الجنينة زمان كنا اسمه انبا جاور جيوس سيدنا الله يدي له طلط العمر هو حالين في مطاي كده كان سيدنا لما يدخل كنا بنقدم في سانوي كان بيطلب كشاكيل الخدام كلهم بدون تمييز امين اسرة امين اسرة لازم يبقى محضر لكل الفصول معلش هو امين اسرة ليه الخادم لازم يبقى محضر فكان يمسك كشاكيل ويقعد يراجع فيها ورا في الخدمة وبعد كده يجي يقعد في وسط خدمة خادم ويسمعه ويسمع سيدنا بيسمع الخادم الخادم اللي هو سفير واخد الكلمة بتاعة ربنا فلازم لو الخادم لم يسعى انا اسف بقول ايه هو انا بدي مثل بس قدام سيدنا فما ما بقى لكم قدام سيدنا له كل المجد رب المجد يسوع المسيح لو الخادم لم يسعى لو الكاهن لم يسعى وبعدين على رأي احد الاباب يقول ايه الام مثلا ممكن تشوف ابنها بيتعبان وبتعذب وعمالي عاية تعاية تعاية انا قلبي انا بحبك بس خليك تعاية لا الام حتلاقوها حضراتكم عشان خاطر ابنها حتروح تدور عن سبب العياد ده حتدور سبب الالم ده عشان خاطر تعالجه لو اخدتها بالكلام فقط انا ما اعتقدش ان هي هتبقى امه اذا كلمة نسعى عن الناسعى كسفراء السعي في تعب وانا بحضر كده الكلمة جات قصتين كده بصراحة يعني مؤثرين كتير جدا كان واحدة مسيحية ايام الحرب النازية اللي كانت موجودة في المانيا كان ممنوع اي حد يهودي يبقى موجود في المانيا وانتعرفين حقاكم المحرقة اللي كان عملها هتلر فكانوا بيغضوا العائلات اليهودية ويموتوها ويحرقوها فوحدة مسيحية طبعا عارفين احنا كل كانت المانيا اغلبها مسيحين طبعا كان في ناس طبعا خلاص ثبت المسيحية دا دين لكن كان فيه السياسة النازية اللي هي موجودة مسكوا الست دي عشان خاطر تسلم كانت ترعى اسرة يهودية فطبعا هي قدرت بطريقة او باخرى تهرب هي والاسرة اخدوا اخوها وسمعوها عرفوها عن طريق ناس ان حيموتوا اخوها موتوا اخوها اخدوا امها العجوز وموتوها لدرجة ان الاسرة اليهودية جات التتوسل ليها ان هي تسلمهم عشان خاطر عشان خاطر ما يموتوش بقيت عليها فقيت لهم انا وانتم انا مستعد ان انا اموت معاكم اروح اسلمكم بس اكون معاكم هموت معاكم طب ليه لان زمان رب المجد اللي هو كان عارف قيمة كل نفس زي السامرية ضحى بزل ابنه الوحيد عشان خاطر الخلاص فمش معقولة مثلا هتبقى كسفيرة للمسيح مش هتسعى مش هتبزل يعني سعي من غير حب حضرتكم ولا ليه اي لازمة سعي من غير صليب ولا ليه اي لازمة على رأي واحد كان بيقول لي الصليب له وجهن واجه الحب واجه الالم واي واحد بيسعى لازم حياخد الواجهين مش حياخد واجه واحد مش هيحب بس من غير بزل القصة الثانية اللي كان بيقولوا كده ان في حصلت مجاعة في الصين الصين اللي هي بتغزي العالم دلوقت لكن جاء عليها سنة 1911 مجاعة كبيرة جدا درجة واحدة كانت في ارسالية من ارساليات الكنائس توسلت وقالت بعتت رسالة كده للناس قلت لهم فلس واحد فلس ده اقل حاجة يعني من كل واحد منكم يستطيع ان ينقذ نفس لمدة يوم لم تجد صدى لأي احد ان هو يسمحها فقالت زي ما الصينيين حيعيشوا انا حيعيش في اكل انا حكل معه مفيش اكل حمتني عن الاكل وضحت حتى بالراتب بتاعها كله عشان تنقذ الناس وفي الاخر ماتت مع الناس من غير بزل ليس هناك سعي من غير ما احنا نبذل زواتنا من اجل الاخرين ما اعتقدش ان احنا حنستطيع ان احنا نسعى كسفراء عن المسيح نسعى كسفراء عن المسيح الرسالة بتاعتنا المصالحة زي ما هو صالح السمائين بالارضيين احنا عايزين ناخد الارضيين عشان نوصل بهم للسماء عارفين حبottكو تخيلوا كده حبottكو ان كل واحد في بيته في عامله أنعارف احنا فى الكنيسة في مقال زي ما احنا بنقول flop احنا كلنا بنحضر عشان خاطر خدمتنا لكن كلنا فى بيوتنا بنحضر عشان بيوتنا كلنا بنحضر عشان عملنا كلنا بنحضر عشان الجامعة اللي احنا فيها عشان الشارع اللي احنا فيه حد يقدر انا عارف ان حياتكم اول ما يشاور على واحد يقولوا ده مسيحي في بعض الناس بتختفي بتخافي ان الناس تقولوا عليها مسيح هارفين حياتكم في الجيش كان زمان كده الكلام ده سنة واحد تسعين ولا سنة تسعين كانت كلمة كفتس والعظمة الزرقة تخيلوا بقى حياتكم لما احنا كانت الوحدة بتاعتنا واحدة صغيرة كانت مزرعة فكان طبعا بيين المسيحيين اولاد الله ظاهرين واولاد العالم برضو ظاهرين ايضا تخيلوا واحد كلما ايه بوتروس فؤاد شنودة يعني اسم مركب كده وكان في ناس مسيحيين بس في ناس كتير جدا كان اول ما يقولوا لهم يا عظمة زرقة يا ده يا دقي الناس مش محتملة كلمة فاكر ان هو بيشتموا فانا ابتديت اقول الاخواتنا المسيحين اللي معنا خلي بالكوا عظمة زرقة دي يعني انت ولاد الشهداء ولاد الادسين ولاد الناس اللي ضح حت بحياتها عشان ايمانها او عشان عقدتها وابتدي نتفاهم فبقى كل المسلمين اللي هم عايزين يقولوا قولوا زي ما تقولوا عظمة زرقة ايشي كفتس ماشي اي حاجة ماشي حتى كلمة كفتس فاكرينها النشيم ما عرفوش ان هي معناها نائبتي او مسيحي يعني فانا وصلتها لاخوتنا ببساطة فبيت الدنيا تبقى هادية عايزة اقول لكم بس محتاجين ان احنا نبقى صفراء للاخرين لبيوتنا ممكن يبقى مثلا سبعين تمانين في المية مننا بنوصل لحاجة زي كده لكن كم واحد مننا بالنسبة لعمله سفير كم واحد بالنسبة للشارع سفير كم واحد مننا مطلوب مننا ان احنا كلنا نسعى كسفراء عن المسيح نسأل عن المسيح تصالحوا مع الله محتاجين ان احنا ننقل الصلح ده زي ما قال رب المجل عايزين ننقل الناس اللي هي المفترض تبقى في جهنم نوصلها لغاية فين لغاية فين لغاية الملكوت معلمنا القديس بوليس بيقول ما كانش بيتدخر جهد بيصير لكل واحد على شكلته عشان ياخد كل الناس يوصلهم المسيح وعشان كده بوليس الرسول اللي سعى كسفير للمسيح ما كانش عايز يبقى لوحده في في السفارة عايز كل الناس يبقوا صفر زيه عشان ياخدوا الناس من جهنم عشان يوصلوهم لغاية الملكوت ربنا قادر يدينا ان احنا نشهد ليه في كل مكان وفي كل زمان في كل حركة في كل همس حتى النبرة بتاعت صوتنا لازم نشهد ليه ان احنا كسفراء عنه عشان في الاخر في الاخر ندي صورة حسنة واسف ان بوليس رسول في يوم من الايام قال ايه بسببكم يجتم يجتم على الاسم الحسن انا عارف ان انا الكلمة صغيرة لكن انا هفتح باب المجال اخويا قال انا بروح معا للسينما عشان هو ابني وانا عايزه وانا عايزه عشان خاطر هو ابني فانا عايز اروح معاه عشان عشان في الاخر ايه عشان في الاخر ان انا اوصله للمسيح انا حاول حوالتك تفكيرك سليم ولكن مش هو ده الحل الامثل لاني زي ما حضرتك شايف ان الولد ده رايح السينما وانت رايح تحافظ عليه جوه السينما في واحد تاني بيرقبك بعينيه بيشوفوا استاذ فلان بيشوفوا استاذ فلان داخل السينما ما يعرفش ان حضرتك مسؤوليتك ايه انا عارف اتفضل ها ها زي ما بيشوفوا استاذ المسيح 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 شكرا 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 ثقار موضوع بس إن شاف حضرتك لا ما يريد الفيلم ما شافش الفيلم هو شاف الفيلم اللي هو الصورة الواقعية الحية اللي قدامه يعني خلينا دلوقتي حينفع أبونا يأخذ عياله ويروح بهم السينما مش حينفع أبونا ليه مش حينفع عشان ده أبونا لكن من قال حياتك إنك أنت مش واخد مع احترامي والفارق يعني أنا وحضرتك وحضرتك مش واخد نفس صورة أبونا أنا عايز أقول أنتم صورة المسيح المنظورة من جميع الناس الناس شايفانا رايحين أنت حضرتك بتحافظ على ولادك وعائلتك عشان يتفرجوا على حاجة إلى حد ما محترمة لكن مين اللي قال إن ولادنا ولادنا حيشوفونها بالصورة دي فلأجل يحفظ هو أكل اللحم حرام مش حرام ولكن إن كان يعصر أخي بس هو ده أحنا ما عندناش الحلال ولا حرام لكن هل يليق أو لا يليق ده هو المفروض أنا واحد من الناس أنا فاكر دخلت المرة الوحيدة اللي دخلت السينما فيها كنت في خمسة ابتدائي وكنت في أسوان ويعني مش عايز أقولك أسوان دي عارفين حياتك أسوان أسوان هي هي زي ما هي دي ما تغيرتش كتير لكن درجة المحافظة عالية جدا وكان فيلم أجنابي أنا فاكره لغد يمكن لغد وقتنا هذا لكن أنا لما بقيت مدرك أن أولادي والأخواتي اللي شايفيني هو التهريك حرام مش حرام هو الدحك حرام مش حرام لكن زي ما أقول حياتك أنت كسفير للمسيح على الأرض كل حاجة محسوبة على حياتك أنا عايز أقولك أنت حياتك مقتنع بكده هقول إن في واحد من الولاد بطل يدخل الكنيسة عشان شاف الخدم بتاعه أعدى القهوة هو القهوة حرام أنا في أوقات بيكبرني العمل أن أعد في كافي لكن يوم ما واحد من اللي معانا حيقعد عشان يحط شيشة ولا يحط كذا بقوم نهائيا من القهوة نهائيا بس عايز أقول له حياتك أنا بعد وأنا أحاولها خايف أقول لك لا مش خايف خايف إن في حد يشوفني يعصر بيه هو العارف أنا قاعد ليه أنا عايز أقولك في خدمة الإدمان وخدمة المهنيين أعادنا على الأهاوة معهم أعادنا معهم بس عشان أنا أسحابه بس مجرد ما أسحابته أما انتهت الدنيا لنا ولا هو أنا عايز أقول أنت كسفير لو أنت حاسس أنك أنت حتدي صورة صورة المسيح قدام الناس كلها تدهالوا بصورة كويسة أنك أنت قاعد جوة لسانما بس ما أعتقدش ما أنا حاخد كان فيه سؤال تاني أيضا ماشي يتصن تمام ماشي يتصن أي وسيلة من الوسائل دي ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط فنحن لا نزنقش نفسنا طيب أقول لحضرتك شيئا فيلم غندي فيلم قيم معظيم جدا أنا شفته في السينما تقدرش تقول لأنا غلط أن أنا دخلت السينما شفته فيلم زي ده على حسب أنت دخلت وشوف إيه تمام تصن بالضبط زي موضوع الدقن مش كل واحد من ربي هيبقى متشبه بممثل أو لعيب كرة ممكن يشوف صورة للمسيح بدقن وحابب الصورة فرب بدقنه فبلاش ناخدها سامحني في الكلمة بتزمت شوي تمام يعني رأيي أني نبقى مارنين حضر حضر عشان كمان ما ننعزلش قوي عن العالم يعني تصوني المفترض أنا بتعلم لغة العالم لكن أنا مش هنقل العالم ليا أرجع بس نقطة حرارتك أنت حرارتك في عصر أو في وقت ما يمكن أنا يعني عايز أقول لحرارتك وقت ما حضرتك تفرجت على فيلم غاندي كان الناس الناس واخدين تصور أنا حاولها لك واخدين تصور على اللي بيدخلوا السينما في أساسه كده أن إلى حد ما عندهم حرية كتير قوي وقتها أنا دلوقتي ببص إيه أنا حشد للمسيح أنا حبقى صورة لو شايف حضرتك أن الصورة مش هتطلع مشوشة للناس دخل لكن أنا أنا بشوف أن دلوقتي في ناس كتير جدا زي موضوع النت النت حضرتك إحنا قاعدين قفلين على نفسنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا وعملين في بعض المواقع في بعض الناس بتتفرج عليها أنا دوري أن أنا أوجه لكن في نفس الوقت أنا كخادم أو كسفير للسماء أو سفير للمسيح أنا المفترض أدلوا الصورة الأيديال مش مش تزموا أنت بس أنا بعيش خلاص حتى بيقول معلمنا بوليس رسول أنتوا من أول ما تولدتوا للمسيح مش هتعيشوا تاني لحد تاني هتعيشوا للمسيح وأنا يأدي الصورة واضحة وكويسة ومش تزمت يا تصوني يأديها صورة كويسة يا إما حضرتكو هتلاقينا إحنا بصراحة بند الصورة مهزوزة تخيل حياتك صورة التلفزيون مهزوزة حياتك هتعمل إيه يا تطف التلفزيون يتصلحي الواصلة فأنا برضو حياتك يا إما أنا حقفل الباب ده يا إما حصلح الواصلة ما بينه وبين ربنا عشان أدي صورة الحاسمة بدون تزمت يا تصوني يعني حقول حضرتكو بس يعني دلوقتي مثلا الناس كلها في دلوقتي طبعا بعد ما الدولة تغيرت حضرتكو في ناس كتير من اللي كانوا منقبين ومنقبات ومش عارفة اه 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 اتغيرت الصورة هنرجع للستينات تاني هتيجي ست مثلا أنا هحكي لك بس صورة يعني أبونا بشوي كامل تصادف مع حالة زي ما حضرتك بتقولها كده إن في يوم من الأيام كان هو بيخدم ففرح وحدة من السيدات دعيته للبيت فرح البيت اتلاقى بقى الأسرة الستات مدخنات وطبعا فاتح الكتاب المقدس تلاقى إيه ستات بقى إيه ماسكيني للسجار في قديم هو ما أنبش كامل 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 بس بعد زيارة والتانية والتالتة وتلاقى الصورة بناء حنوقف نصلي حينفع أن نحن نصلي بالهدوم اللي هي مش مش لايقة لا أرحوا جابوا وشربوا ووقفوا وصلوا شوية بشوية اتغيرت الدنيا بس أبونا هل حيجريهم إن هما مش هيقول قد في السجاير أو البيسي حاجة كويسة انت وقفوا قدام ربنا لكن لازم بدون تزامة الصوني إحنا ممكن نرجع تاني لمدة الستينات ترجع تاني في مصر أو تيجي زي ما تنقلت يعني التركية اللي هي الدولة الكبيرة الإسلامية فيها الأمور دي كلها مباحة كده الليبس والكلام ده ما تعرفيش المسيح من المسلم والكلام ده كله ومع ذلك إحنا كمسحين مش مطلوب إن إحنا ننقل العالم لداخلنا حتى لو في حاجة أكثر احترامة إحنا حاليا دلوقتي الأكثر احترامة ممكن أختار بطريقة الفيلم اللي أنا عايز أجيبه وحتفرج عليه بالطريقة لكن مش لازم أذهب وألاقي ولد من ولادي أنا سمحوني لو لو واحد من ولادي تعصر فيه أنا مش عارفة أنا حامل إيه أنا مش لو حقدر أتحمل الموضوع ده يبقى ربنا خليه أتفاضل يا سيدنا تمام أنا أتفاضل شفت أهوة جاهز في أمسيس أعد على المشكلة أهوة لقام المحطة تمام أنا جاي في بالي إيه؟ أبونا مستاني القطر تمام جاي في بالي أبونا مستاني القطر ما أحذرتش فيه ولا حاجة أنا عارف من الشخص تمام أنا لو مين شفني فين؟ هو حاجة من إثنين يما يعرفني ما يعرفني ما يعرفني ما يعرفني ما يعرفني مشكلة لكن لو يعرفني أنا متأكد هو لا يوصل على حاجة هو عارفة تمام مفيش حتة يا جماعة اللي إيه؟ بتوعخشش المكان فلاني هتوعصر الناس صح صح يعني مثلا موضوع السينما أنا مش هوتي يا خش السينما بس في حتة اللي مثلا في الأعياد وفي كده مثلا بناخد بعض ونروح السينما في أي مول مش هي دي بتعصر بناش نحط نفسنا في الحتة برضو إيه نفضل إحنا حتى ممكن نفقد السيقة في نفسنا بس أنا مش حزن نفسي وزي ما زينا قتوني في السؤال ده كده أنا مش حزن نفسي لكن حاول على حياتك إذا قدرت إن أنا بقى صورة جميلة للمسيح مش هو ده أنا آسف في كلمة هو يوم العين لكن مش هو ده اللي حيحيني لكن ممكن يعصر حد فأنا أيها تصوني هم أفكارهم غريبة خالص ومختلفة خالص لكن مطلوب إن أنا أدي صورة أدي صورة تصوني ومش هيحصل انفصال تصوني سديني دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقة يوم بعد يوم ستلاقي الدنيا أفضل بكتير جدا أنا بشكر كل محبتكم شكرا يا ابونا تعيش يا ابونا بسمكم كلكم بنشكر للدكتور بوترس فهد الخادم الأمين بكنيسة ماريمينة بالنوزة الجديدة ربنا وضعنا تعملوا فضلوا سلامتكم سلامتكم